السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتأمينا كرام عدنا اليكم من جديد فيديونا اي مقدمات يالله امدوا على بركة الله ونبدأوا مع امين عديلي بزاب كي يسوي على جديد هذا اللعب امين كما عارفين كان صعب ضد دنادب برئيس الفرنسي في دوري ابطال اوروبا هذا الأسبوع وبعدما تم تشخيص إصابة دياله والقوى عنده كسر في عدمات الشضير اليوسر وهذا الصور غادي توضح لكم مكان الإصابة بالطبع وعندما بحيث لقيت باللياد الإصابة مدة الشفائية تكون من 6 أسابيع إلى 12 أسبوع وفعلا الأخبال كانت تقول باللي عدلي سيرجع في شهر واحد من سنة 2025 أي مدة غيابة سيكون تقريبا شهرين إلى شهرين ونصف والبارح نادي ببالي في ركوزين فاشماركا وهدف الأول تحديد من اللعب الجرمي في رينبونك تضامنه مع اللعب المغربي وأهداء والهدف كانوا من الدعم النفسي عموما كمغربة كانت منولي الشفاء العجل إن شاء الله انشاء الله وفعلا بحيث للمغربي بداية من اسمه السيباري والذي في الماشي دي البارح قدم أفضل موسيويات وهذا الموسم عنده بأس بأي دوفن وقدر أعطيت تمريراتين حاسمتين الأولى مع الطلاج بحيث كانت في الدقيقة التاسعة من زمن شوط الأول بعدما دي الأبل دوبال مع الكنترول تحت الضغط شو ما كيسافت الباص بيدو ميفولي كيسجل أو كي ماركة الأمريكي ريكاردو بيبي أما الأسيس تاني في كان في الدقيقة أربعين نحط لك الباص بالمقاس بالملمتر بوم البيت الثاني لكي الماركة الهولاند الوالاند وأفضل عليه شي فالصباري بهذا المصطلح رووني لك في هذا الماشي دي البصح فقط هاد اللعب خاصه غير الاستمراري وتبعد منه الإصابات وغي يكون شي حاجة في المستقبل تقييم دالو كان خدا 8.9 كالتاني أعلى تقييم وكانوا لبحو لكي الماشي بستة أهدف ليسافة أما عن زكري أبو خلال فما شاء الله كان ماركة هدفين في دقيقتين أعطى أسيس لهدف الثالث صباق لكي يتعرض لهذا العرض يسجل لهذا وهذا البيت كانت تحديدا في الدقيقة الخامسة من زمن شوط الأول أما البيت كي يكادر بالبروساج ماركة الكليات اللهم براك أنت عنده اليوم الفعالية ضد دنادي مبالية بدون أن ننسى الأسيس اللي كان أعطى طبعا تقالله كبير جدا للدولة مغربي زكري أبو خلال واللي ما شاء الله تحصل على تقييم 9.5 كأة على تقييم وربحه الماشي بثالث أيضا عندنا نوزاني أمين ماركة هدف كلاسيكي من ضربة رقنية اللي كانت في الدقيقة سبعين وبهذا الهدف كنسان في فوز براكة بهدف اللي سفر أمين كنت خل مع بداية شوط ثاني وتحصل على تقييم 7.4 أما عن مغاربة شفرنا بغشة يوسف ونصاري وآمرا بسوفيان ثم يبدعين بهدفها كل مرة كنت كنت كنهدر على نصاري غادي سكت لكم منتقيدي لأقصيد نهائي اللي كانوا كنت يأخذون نقل البناء نحن في رأسنا كنقول بلين نصاري نقص بلون ونقص بزيف مع بداية الموسيقى نحن فقط ضد دمانية هكما عليه أو بالعام يجب أن يريد أن يطلعوا عليه أما كان يبارح في الماشر الريال والبالسان بابي ما كانت محدود وضيع بزيف ديال الفراس وكان قطع في الأرجو بزيف البعض بدك يبارتاج هذه الصورة عن القصد بان واضح وهذه أمارية تسمى قيلة احترام للعب نصاري بعد عندما كان في قيمة موسيوا كان ماركي لك هاد البيت ضد بارشلون بعد تحرك جيد ومطح لف أرجو الأول والإنهاء برجل دياله كان رائع جدا ما علينا نصاري بعد الماركة لك المتقدين بالهدف لك الماركة ضد الشيطة الحمر ماشيستر الونايتشد نحن نحن ذلك لك الثاني ماركة اليوم ضد دنادي بوترون في دورة توركي كماركي لك هادف آخر وكل عادة بالماركة المسجلة عنده الهدف كان من ضرب رأسيات ما شاء الله يا السلام على الإتعقاء اللي ما عطلش به المدافئة الحمد لله من الأول كانت عندي إتعقاء كبيرة في النصاري أنه سيعود في القريب العاجل ومازال عطي 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 بالمختصة المفيد الهليكوبتر النصاري يدار مات كبير بزاف ما شاء الله وكان خرج في الدخيقة تسعود السن وتحصل على تقيم سبعة فصلة ليش وحتى أمر رابط العم زيان وكما كان قوله حتى الرية دياله في التيران واخداء تقيم سبعة فصلة سهوة ونتيجة دياله مات هي هدف اللي سفر أما على النصاري مزراوي وآبر على أنه كان في نهاره كعادة يقدم وصوراء جدا وبدون أي أخطأ تذكره إلا أنه وللأسف مشكلة الأبادية دياله الحاجة هي كثرة الإصابة بزاف سراعتاً على أنه في كل إحتيكاك يتصاب وما يكملش المات لأنه كما شاهدنا أو تاني في المات اللي كان ضدنا ديواستاميونات تعرض لإصابة في الدقيقة الاني وثماني وهد إحتيكاك بالنسبة لي يبقى إحتيكاك عادي جداً داخلي في إطار الكورة القادمة والدليل وهو اللعب الرقم 20 اللي هو الإنجليزي جاردو بوين مخداشوا بطاقة صفرها ولي إشارة راه مزراوي كان مقصح من الدقيقة 45 زمن شوط الأول المهم راه وكيكا لأيش كنقوله دائماً بلي مزراوي خاصوا لابد ديت ترين على رسول باش يوقفوا يقصح بحل كي يدير تماماً مثلاً أشرف حكيم لهذا الأخير ما شاء الله لي جميع الماتشات لمع المنتخبات المغربة بأول باريك يلعب فيهم 90 دقيقة كاملة وما كنت سمعش بلي تصاب نهائياً علماً أنه يبدل موجود خرافة على أرضية الملعب بقوة سبرينتات الكيدر بلاس ما تنسوش أشهر في رمخ داشرة حفظ العطلة الصيفية بحكم أنه يتحق بالمنتخب أولمبي في الأولمبيا بل أكثر من ذلك قبل ما يتحق بالمنتخب كان بارتاجي صور وهو كي تريني بوحده على رسول على تقوية عضل الجيسين المهم باش ما نطولوش حد الآن ما زال ما كنا شي أخبر تؤكد حجم إصابة مصرها أو كما غاربك كنت منه وما تكون شي حاجة خطيرة أو بشفاء العجيل إن شاء الله تقيم دياله هو 7.8 أما عني الزلزول عبدالصمد فكي عادتي منذ بداية هذا الموسم وهو كي قدمه سوية كبيرة بزيار وتبعت ذلك اليوم في معاش كبير اللي كان ضد دنادي عطلشكو مادريد وكان هو السبب الهدف الوحيد دي الفوز بعدما نقرب لك ولعب لك العرضي اللي تماركات بين الرصادق ولكن مشكلة عبدالصمد أو النقطة اللي خاصة يخدام عليها لابدها هي اللمس الأخير ولكننا تحدثنا عليه بزيارة ديال المرأة بحالة الفرصة دار كل شي يطلب الكورة في العمق وكسر لك مصيد التسلول وبفارق سرعات كي هرب لك على مدافعين وكي حط رأس وفاصة باسم الحارس إلا أن الإنهاء هوا قدامكم ما كانش بشكل جيد ولكن كانت عنده لقطة أخرى كان غادي مارك فيها لولا القائم للأسف عموما زلزول إخداتها 27 بص إلى واحد وبالمناسبة عبدالصمد كان عليه وحد خبر كي يقول بللي نادي ميلان إيطالي مهتمين به وكي يراقبه وكي يسعى للتعاقد معه وقال لي قابل لي وكي الأعمال في محادثات مع مسؤولي نادي الميلان إلا أنه نادر على البيتشيز ما عنده مشترق بنيهائيا باش يستغناءوا لك على المغربي العديد جي أسبان منها أنهم باقي باقي نستفدو منه كي لاعب كقيمة فانية داخل الفرق وتاني يسانوا إرتفاع قيمته التسويقية أكثر وأكثر خاصة وأنه مرشح للمشاركة مع المون تخوط على المغربي في نيائية كاس إفريقية القادمة المهم هذا كان خبره فقط هو غير اهتمام من نادي الميلان أي حد الأرى ما زي ما كين ورد وبنى أوسين باقي نادي نشاهدو نوادي أوروبية أخرى كوبرا كد تخلك العبدالصمد طبعا شريطة الحفاظ على نفس الخطة السعود